الملائكة أخذوا الأهبة والاستعداد لأن أمر الله بالسجود مرتبط بنفخ الروح فيه قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يعني مجرد ما تدخل الروح في آدم لا يبقى أحد منكم يا ملائكة إلا سجد له سبحان الله عندئذ الملائكة على أهبة الاستعداد ينتظرون متى تنفخ الروح في آدم فلما نفخت الروح في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس طيب إبليس ليس ما سجد إبليس عليه اللعنة قبل أن تنفخ الروح في آدم جاء عنده فضرب بطن آدم فإذا به صوت في صوت قال مجوف والمجوف لابد له من طعام يعني ما قدر يصبر هذا ضعيف هذا الإنسان ضعيف فيه جوف لابد يعبي جوفه والله يموت مجوف والمجوف لابد له من طعام وله فتحة فتحة دخول الطعام وفتحة خروش الطعام وإلى آخر المهم نظر فيه إبليس فاستحقره قال هذا هذا ذحين بيكون خليفة هذا بيكون هذا مسكي نظر إليه قبل أن يكرم بنفخ الروح ونظر إلى الأصل فاعتقد أنه هو إبليس أشبه إلى الملائكة وأقرب إلى الملائكة من آدم ليه؟ لأن النار والنور بينهم علاقة النور يحدث من النار والنار قد تشتعل من النور قال أنا ممكن أشبه للملائكة إذن أنا خير منه فلم يسجد فقال أسجد لمن خلقت طينا قال أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين طيب يا إبليس إذا كان الذين خلقوا من النور وهو أعلى من النار سجدوا لأدم فكيف لا تسجد أنت؟ لكن كل شيء يرجع لأصله اللي أصل نار نار وسيرجع إلى النار واللي أصل نور نور وسيرجع إلى النور واللي جمع بين النار والنور يميل لأحدهما آدم عليه السلام لما سجد الملائكة له وأكرمه الله عز وجل بسجودهم له وهذا السجود سجود تكريم للروح لأن الروح نسبها الله لنفسه قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من إيش؟ من روحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر الله إذن سر تكريمك أيها الإنسان الروح التي فيك فإذا خرجت الروح منك ذهب ما كنت تكرم من أجله لو رأينا جماعة أخذوا رجل حي وذهبوا به للمقبرة ودفنوا حي ماذا نقول؟ شريم أو لا؟ شريم نكرى دفنوا وهو حي لكن إذا رأينا ميت موضوع في الصف الأول مسند وقدامه مبخرة وطيب بخ عليه من؟ هل هذا تكريم له؟ أو تكريمه يدأس في التراب ويقبر في التراب تكريم جسده أن يرجع إلى الأرض التي منها خلق وتكريم روحي وجسده فوق الأرض أن يتصل بخالقه بالله فإذا أراد الله قبض روحه ونهاية الدنيا رجعت الروح إلى الله إلى ربك يومئذ المساق ورجع الجسد إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيده طيب نفقت الروح في آدم وسجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم أول ما وصلت الروح إلى صدر آدم